بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسعي بكم مرة تانية إن شاء الله دلوقتي هنشوفها المثال التاني على ال if statement اللي هي هنمشي في طريقين الطريق الأولاني هيوديني على statements سأنفذها لو الشرط ما تحقاش هاروح في طريق تاني ونفذ statements تاني فخلينا نشرحها بالمثال بيقول write an algorithm that reads a number اكتب algorithm ههيقرأ عدد لو العدد ده is even لو العدد ده كان زوجي هنطبع كلمة زوجي هنطبع على شاشة كلمة زوجي otherwise يعني غير كده هنطبع على الشاشة even هنطبع على الشاشة odi يعني فردي تمام يبقى even يعني زوجي و odi يعني فردي وعندنا هنا مشكلة شوية احنا مش عارفين اعرف العدد ازاي ازا كان زوجي ولا فردي الحقيقة انتو الامكانيات اللي انتو اخدتوها تأهلكوا انتو تعرفوا ازا كان العدد زوجي ولا فردي فياريت توقف الفيديو شوية وتفكر فيها وبعد ما تفكر فيها وتجيب الاجابة ان شاء الله ارجع بقى للفيديو كمله علشان تشوف الاجابة بتاعتك صح والله الظلط الحقيقة العدد بيبقى زوجي او فردي ازا كان العدد بيقبل اسمع للتنين فهو زوجي ما بيقبلش الاسمع للتنين فهو فردي طب انا عارف منين ازا كان العدد بيقبل اسمع للتنين الحقيقة احنا اخدنا العلامة اللي بتعمل الموضوع ده اذا كان العدد سي مسلا نفترض العدد اسمه اكس لو كان العدد اكس باقي اسمته على الاتنين بيساوي صفر ده معناها انه عدد زوجي غير كده يبقى اكيد فردي صح? طيب تعالوا بقى نكتب الالجوريزم هنعمله برضوك بالطريقتين نكتبه الاول بيه السودو كود الامبوت بتاعنا هو عدد انا هفترض انه هيتخزن في المتغير اكس الاوتبوت هالاوتبوت بقى هنا المرة دي ممكن نعتبره مفيش على اساس انه هبطبع على الشاشة وممكن واحد تاني يعتبره كيمة القيمة اللي هتنتقل حقيقة الرسالة اللي هتنتقل على الشاشة. اي ان كان هنعتبرها ازاي مش مشكلة مش مشكلة يعني. تعالوا بقى نعمل الخطوات واحد اول حاجة هريد العدد او الاكس بتساوي ريد. طيب بعد ما كرأت العدد عايز هشوف هو زوجي ولا فردي. هقولها كده اف الشرط بتاعي. هل الاكس باقي اسمتها على الاتنين بيساوي صفر دي كده على بعضها ده الشرط اسمه الشرط. الاجابة يعني او يا لأ. دايما الشرط اه اجابته او يا لأ. لو كان باقي اسمته على الاتنين اه بيساوي صفر ازاي? يبقى هو ايه? زوجي. فبكتب تحت الاف على طول الحاجة اللي انا عايزة احققها لو الاجابة او. طبعا هابرينت او هرايت. هرايت. كلمة ايفن. هطبع الشاشة كلمة ايفن. طب لو الاجابة لأ. عندي في حالة الاو هاعمل حاجة وفي حالة الاو هاعمل حاجة. في حالة الاو دي بحددها بقى المرة دي باستخدام كلمة ايلس. معناها لو الشرط ما هتحققشي هعمل ايه? رايت. قد. ده كده خلصنا البرنامج بس كده اه بس كده. يبقى بشوف الشرط. لو الاجابة اه بنفس حاجة. لو الاجابة لا بنفس حاجة تاني. تعالونا اعملها بالفلوت شارت بقشان تبقى باينة معنا برضو كده وزريفة. اول حاجة بعملها في فلوت شارت هي الستارت. بعد كده هاقرأ العدد. فهحطه في متوازي. ريد اكس. ساعات بنعملها اكس تساوي ريد او ساعات يعني بعض الباحثين بيعملوها في فابحثهم ساهم كده زي يساوي. يعني هاقرأ القيمة وحطها في اكس. فانا يعني هعملها بالشكل ده عشان انت تتضرب ان الالجوريزم انا مش مقيد بحاجة. لكن انا اجي نكتب برمجة يا باشا. لازم تلتزم لغة البرمجة بتاعتك. احنا دلوقتي قررنا الاكس عايز اسأل. هل الاكس رمندر اتنين يساوي سفر? ولما تيجي تسأل بعض الناس بتسأل بيساوي واحدة وفي بعض الناس بيكتب اتنين يساوي عشان يفرق هل انا عايز احط القيمة اللي عليمين اللي يساوي في الفاريو اللي عشمال ولا باسأل الاجابة هتبقى اه لا. خلاص في في لغة برمجة بالدعم يساوي واحدة وفي لغة برمجة بالدعم اتنين يساوي. فانا اكتبها يساوي واحدة لان الالجوريزم يعني ما فيش تقايض فيه. لو الاجابة يس. هطبع الشاشة يبقى متواسي. هقول له right. even اكتبع الشاشة even. هلش دي بقى متواسي. طب لو الاجابة لأ. هطبع على الشاشة ايه. عد. اتمنى لو في حد عنده صعوبات يقول لي علشان انا بابني دايما على الفيديو اللي قبله. فلو في صعوبات ابقى عارف. طبعا بعد ما خلص اللي اتنين دول خلص البرنامج خلص فيتقابله عندي الانت. بس ده البرنامج اه هو ده البرنامج وده الاسلوب التاني من الاف ان انا يبقى عندي طرقية. طبعا كل ما تعمل امثلة كتير قوي. كل ما كان كويس هتتمكن من الاف ستيتمنت. لكن انا مش عايزة اعمل ده دلوقتي في الالجوريزمز لي. انا عايزة بس في الالجوريزمز تاخد فكرة عن كل حاجة. حس تدخل البرمجة تبقى جاهز. جاهز بمعنى جاهز يعني. انا مش عايزة يعني اخليكتي مارس كتير بانك تكتب على الورق. البرمجة مش كتابة على الورق قوي. يعني انا عايزك تتدرب على الكمبيوتر. فانا بكتفي بمثال واحد في كل نوع. وان شاء الله بقى لما نيجي نشتعل في البرمجة. هديك امثلة لحد ما تجبع ان شاء الله. اه كده انا خلصت النهار ده ولسه مثال كمان على الاف ستيتمنت اللي بيبقى ليها اكتر من.